العنوان الجديد للدرس نواجد الإسلام قد يكون هذا العنوان غريبا لدى بعض الناس ولعل بعض الناس لأول مرة يسمع وكل ما في الأمر تغيير في التعبيل وليس بأمر جديد نواجد الإسلام تلك الأمور التي يذكرها الفقهاء في جميع المذاهب في أواخر كتب الفقه باب الردة عن الإسلام أو أسباب الردة عن الإسلام تلك الأسباب التي يعددها الفقهاء لا يخلو كتاب من كتب المذاهب في أواخر المطولات من ذكر أسباب الردة أو باب الردة تلك الأسباب التي سماها بعض المسلحين من المعاصرين سماها نواقض الإسلام لأن هذا العنوان يثير الانتباه إذا عرفنا نواقض الوضوء ومعرفة نواقض الوضوء أمر لا يشك فيه لأن من لم يعرف نواقض الوضوء قد ينتجد وضوءه فيسلق إذن معرفة نواقض الوضوء من الأهمية بمكان المسلين والمسلمون كلهم مسلون فنواقض الإسلام أهم من نواقض الوضوء لأن من انتقض إسلامه لا عمل له لا يقبل منه أي عمل إذن لابد من معرفة نواقض الإسلام وتحقيق هذه النواقض وعرضها على الكتاب والسنة وفهمها ثم الاستعانة من الله في عدم الوقوع فيها يقول المؤلف رحمه الله اعلم أن نواقض الإسلام عشرة من أين أخذ هذا الحصر وهذا العدد بالاستنباط والاستنتاج والاستقراء معنى الاستقراء إذا تتبعنا نصوص الكتاب والسنة لنبهة من نواقض الإسلام تنحصر في هذا الرقم وإن فسل من فسل فهي في الأصل لا تخرج من هذا ومن أراد أن يجرب من طلاب العلم عليه أن يجتهد ليبرك بنفسه لا يكون مقلدا إذن فلنفهم أولا هذه النواقض ولندرسها ومن هيث العدد فليراجع طلاب العلم ما لديهم من المراجي من الكتب التي تتصل بعلم التفسير بعلم القرآن والسنة حتى يتأكد من صحة ذلك إنما الذي لا ينبغي الاتعجال يستعجل بعض الشباب إذا سمع شيئا جديدا استنكر وإذا سمع ذكر واجبات الصلاة وشروط الصلاة وأركان الصلاة يقول من أين لكم هذا التكسيم من أين لأهل العلم هذا التكسيم الجواب من العلم والدراسة والفحص في الأدلة ادرس وتعلم لا تبدأ عملك بالانتقاد النبض بعد العلم العلم قبل القول والأمل الأول الشرك في عبادة الله تعالى بعبادة الله في شعائر الإبادة في عبادة الله تعالى في المتابعة والطاعة داخل في عموم عبادة الله تعالى وسيأتي تفسير ذلك إن شاء الله قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لمن مات بالشرك لمن مات مشركا لا غفران لا انتبئ لا ينبغي أن تفهم أن من أشرك بالله لو تاب إن الله لا يغفر له إن فإن تاذا ففهم خاطئ إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لمن مات على الشرك لمن مات مشركا شركا أكبر هنا المراد بالشرك الشرك الأكبر أما الشرك الأصغر من مات عليه فهو حكم حكم عساة الموحدين من جرت عادة بلده وتقاليد الحلف بغير الله فيحلف ليس لديه تعظيم للمحلوف به والخضر له والتدلل له ولكن جرت عادة الناس في البيئة التي نشى فيها في الحلف بغير الله فيحلف الحلف بهذا المعنى من الصغائر إلا إذا انتقل إلى الشرك الأكبر بقرائنا وبمعاني تقوم بقلب الحالف بغير الله كالرياء الخفيف وقول الإنسان ما شاء الله وشئت إلى غير ذلك من الأمور التي عددها أهل العلم أنها من الشرك الأصغر وذريعة من ذراء الشرك الأكبر من مات على الشرك الأصغر كمن مات على كبيرة من الكبائر فحكموا إلى الله لا يقال إنه لا يغفر له الذي لا يغفر له من مات كافرا وهم شركا شركا أكبر ينقل عن الملة كمن مات وهو يستغيث بغير الله ويعظم غير الله ويتدلل لغير الله ويشرك بالله سبحانه وتعالى شرك المحبة أو شرك التشريع أولئك كفار من مات على ذلك لا يستغفر له ولا يغفر له أما الشرك الأصغر فمن قبيل الكبائر فاليوفى ماذا جيدا قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما أواه النار وما للظالمين من أنصار هؤلاء الذين تحرم عليهم الجنة من ماتوا على الشرك الأكبر وعلى الكفر بعد ذلك لا يجوز لمسلم أن يستغفر له أو يترحم عليه لأنه مات على الكفر وله أن يلعن أما في حياة الكافر الكافر المعين لا تلعنه لك أن تلعن بالجملة فلعنة الله على الظالمين على الكافرين على المنافقين جائد أما لعن معين كافرا كان أو مشركا شركا أكبر أو منافقا لعن المعين لا يجوز ذلك لأنك لا تدري بما يختم له قد يكون اليوم مشركا كافرا منافقا فيمن الله عليه بالتوبة فيموت على الإسلام أنت لا تدري لذلك لا يلعن الكافر المعين والمنافق المعين والمشرك المعين ولكن بالجملة ومن مات على النفاق النفاق الاعتقادي لا النفاق العملي ومن مات مشركا شركا أكبر وأنت تعلم ذلك ومن مات كافرا هؤلاء لا يجوز أن تشك في كفرهم ولا يجوز أن تكف عن الاعتقاد بأنه من أهل النار تصديقا لخبر الله وخبر رسوله عليه السلام الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وصائد يدعوهم ويسألهم الشفاعة أكوان أكوان يقول الشيخ ومنه أي من الشرك من الشرك بالله تعالى قذبه لغير الله كمن ذبح للجن أو للقبر من ذبح للجن عبادة الله خوفا منه طمعا فيه اتقاع شر كفر بالله ومن ذبح للقبر طامعا في غفران صاحب القبر وفي أن صاحب القبر ينفعه أو يضره إن لم يذبح له جعل له نذرا لو لم يذبح هذا النذر عند قبر الشيخ يؤثر في مراشيه أو في رزقه من وصل إلى هذه الدرجة من الاعتقاد الجاهل فهو كافر لا فرق بينه وبين الكفار الأولين اعتقاد كثير من الناس بأن الشرك انتهى ما انتهاء كفار قريش هذا في الواقع أمر غريب وتلبس على الناس يعني الشرك معلبات لها تاريخ الانتهاء هل تنتهي بعد ذلك ما في شرك لا فرق بين من أشرك في سدر الإسلام وبين من يشرك اليوم لو أن إنسانا ما كما هو الواقع اعتقد في شيخه أنه يضره وينفعه ويعلم ما في نفسه يدعوه ويستغيث به فإذا سافر وداه آلبا منه السلامة والعودة بالسلامة فإذا عادت بسلامة الله لا بسلامة الشيخ نسي الله وشكر الشيخ وذبح له لأنه رجع بسلامة الشيخ في زعمه هل هذا مسلم يعني قوم يلبس جلابية ويلبس عمة أن هذا شرك لا يؤثر فيه الذي كان يؤثر في الأولين أو انتهى تاريخه هذا غلط لا ينبغي لطلاب العلم أن يلبسوا على الناس ويقولوا الشرك انتهى الشرك لا ينتهي ليس له تاريخ الانتهاء هذا الأمل شرك والنذر والذبح للجن وللقبر وللأشجار ولهجار كل ذلك كفر بالله ومن نواكذ الإسلام الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فذلك كفر إجماع من يتخذون وسائط ويزعمون أنهم هم الذين ينفعونهم عند الله ويزعم الزاعم منهم أنه ليس مؤهلا لأن يدعو الله مباشرة بل يجعل وسائط بينه وبين الله هذا شبه رب العالمين بملك من ملوك الدنيا الذين لا يعلمون عن حال الشعوب إلا بواسطة الأمراء والوزراء والوجهاء المبربين إليه بواسطة يعرفون حال الشعوب فيقدمونهم فيقدمونهم لهم ما يتاجون الله رب العالمين ليس بحاجة إلى وزير أو معين أو وسير هذا إساءة الظن برب العالمين وتشبهه بهذا المخلوق الضعيف ومن يتوكلون على غير الله وهذا كثير جدا في من يتربون في أحضان الصوفية توكلهم على مشايقهم اعتمدوا عليهم اعتمادا كليا ادخروهم اليوم القيامة ويعلن بذلك أنه ما اتخذه شيخا إلا لليوم العظيم يا سبحان الله من وصل إلى هذه الدرجة إن تقض إسلامه فلا إسلام لا فاليوفم هذا جيدا لأنه من الأمور الواقعة الناقض الثالث من لم يكفر المشركين هو يشك في كفرهم أو صح هما ذهبهم فهو كافر من علم ما وصفنا الآن من وقوع الشرك الأكبر من بعد الناس وأن عبدة الأضرحة يشركون بالله الشرك الأكبر بالاستغاثة والذبح والنزل وأحيانا السجود على عتبة الشيخ فإذا قيل له يقول لا ما سجدت للشيخ سجدت لله على عتبة الشيخ معبة للشيخ اندروا إلى هذه الفلسفة الشيطانية يسجد على عتبة الشيخ متوجها إلى الضريح فإذا قيل له يقول لا ما سجدت للشيخ المسلم لا يسجد إلا لله ولكن سجدت لله تعظيما للسيد ولم أسجد للسيد هذا التعظيم هو الشرك من حيث لا تشعر وهذا من الأمور الواقعة يتساهل كثير من الناس في أمثال هؤلاء بل تساهل كثير من المنتسبين إلى العلم في هذا النوع من الشرك والذي أوقع العوامة في الشرك يرى الشيخ من يطوفون بالأضرحة ويقدمون الندور ويقبلون الضريح فإذا سئل الشيخ لماذا تفعل الناس هذا الفعل يقول لا ليسك هذه عبادة هذه من محبة السالحين من التوصل بالسالحين يفسر الشيخ الشرك بمحبة السالحين إذن هؤلاء المساكين في ذمة هذا الشيخ هذا الذي يفسر لهم الشرك بالتوصل ومحبة السالحين وهو يقع في الشرك لأنه يعلم تماما لأنه متعلم ليس بآمن يعلم ولكنه يتملق ويتحبب إلى هؤلاء المساكين لينال ما يريد أن ينال اللهم اطالع على نيته الرابع من اعتقد أن غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر أكمل من هديه فهو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر كافر بالإجماع إجماع من يعتد بإجماعه لا إجمع كل الناس الذي يعتقد أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كان محدودا كان صالحا في العصر الماضي في الأمة التي بعث فيها أمة تحتاج إلى صلاة ذات ركوع وسجود أمة لا تفهم إلا الذكاء ذات المقادير أما وقد تقدمنا قمنا الليالي وصمنا النهار فسقطت السلاة السلاة ذات ركوع وسجود والذكاء ذات المقادير فيفسر كل ذلك بمعاني أخرى غير هذه المعاني ويرى إن ذلك انتهى واليوم هذا هو الأفضل بل هذا هو الصحيح كافر كفرا بواحا ومما أبشر به الحضور من أفتى بهذه الفتوى قتل ردة ولكن أمثاله كثيرون الذين يحكمون حكم القواغيت هي القوانين الوضعية المستوردة أو المحلية أو العادات والتقاليد والسلوم الذين يحكمون هذه الأشياء ويتبعونها وفيفضلونها على ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام فهؤلاء كفار كذلك الذي وصفنا بأنه قتل ردة هؤلاء كلهم مرتدون قتلوا أو لم يقتلوا لأن من فضل أي حكم على حكم الله تعالى وعلى ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو كافر بالإجماع ولو اعتقد أنه ليس بأفضل منه ولكنه أحسن وأليق وأنسب لأن حكم الشريعة الحكام الشرعية في هذا الوقت وإن كانت حقا وأفضل من الحكام الوضعية لكنها غير مناسبة لهذه الشعوب المتطورة التي تحاول أن تسائر ركب الحضارة إذن اتراض القوانين المرنة التي ليس فيها قص الرقبة أو قطع اليد أنسب كافر كفرا بواحر ولو اعتقد مجرد الجواز يجوز كافر تقدم هذا التفصيل غير مرة وهذا من نواكد الإسلام وما أكثر نواكد الإسلام ومن يكعون في نواكد الإسلام وما يسمى بالحياة البرلمانية ومجالس الشعب ومجالس الأمة كلها من هذا الكبير لأنهم كلهم أحسنهم حالا من السباح أحسن هذه المجالس من لم يقل أفضل من حكم الله ولكن جائز نظرا لمساله الأمة هل أنتم أعلموا بمساله الأمة من الله من اعتقد أن مساله الأمة تقتضي ترك الأحكام الشرعية ووضع أحكام وضعية من عندهم يضعها الدكاتر الذين يتخرجون من كلية القانون لا يستوردون من الخارج يقولون نهن رجال وهم رجال لماذا نستورد بل نهن نضع من عند أنفسنا نقول لهم لا فرق بين الكفر المستورد والكفر المحلي الكفر كله كفر كل ذلك كفر ورد سواء وضعتم القوانين من عند أنفسكم أو استوردتم من الخارج الحكم لا يختلف الطواغيت جمع طاغوت الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حد من معبود أو متبوع أو متاع حد العبد أن لا يعبد إلا ربه وأن لا يوضع إلا ربه وخالقه وأن لا يتبع إلا شرع الله ومن تجاوز هذا الحد هذا الحد لأن عبد غير الله بالاستغاثة والنذر والذبح أو عبد غير الله باتباع حكمه وطاعته كل ذلك من الطواغيت أو من الطغيان من مجاوزة الحد وكل ذلك من نواقذ الإسلام الخامس من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل به كان أصيب بمرض في قلبه مرض النفاق يكره بعض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يكره مثلاً صلاة الجماعة لا يرى يرى كل إنسان يسأل لي كما يريد في المسجد أو في البيت أو في أي مكان يكره هذا التجمع يكره أي أي شيء جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يكن من الفرائض ولو كان سنة إذا أبغض شيئاً لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وكره سواء كان ذلك فرضاً أو واجباً أو سنة فذلك كفر بالله لأن كراهة ذلك يجره إلى كراهة رسول الله عليه الصلاة والسلام عدم محبته فمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام شعبة عظيمة من شعب الإيمان من أصيب في قلبه بشيء من كراهة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم محبته وعدم توقيره ما حصل ذلك إلا لخراب في قلبه وذلك الخراب هو الكفر وذلك الخراب هو الذي جعله يكره بعد التعليمات الإسلامية وبعد الشرائع وبعد الفرائض وبعد السنة قد يعمل بذلك مجاملة للناس ومداراتاً كما كان المنافقون كانوا يسلون خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد وهم كفار في قلوبهم لكنهم يسلون خلفه عليه الصلاة والسلام مجاملة ونفاقاً من حصل منه شيء من هذا فهو كافر وإن كنا لا نبهت أما في القلوب لكن إذا ظهرت علامات تدل على بغو أو أعلن ذلك وتكلم بذلك يحكم عليه بالردد السادس من استهدأ بشيء من دين الرسول عليه الصلاة والسلام أو ثوابه أو عكابه إما بشيء من الدين كما قلنا واجباً أو ركناً أو شرطاً أو سنة ولو سخر من المسواك يرتد المسواك ولو سخر من عفاء اللحية يرتد لو سخر من الثوب القصير يرتد فليفهم جيداً الأمر ليس بالأمر الهيئ لأن المسألة تعظيم شرع الله تعظيم الله وتعظيم شرع الله وتوقير من جاء بهذه الشريعة من استخف وتخر بشيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل إلى هذه الدرجة إلا لخراب في قلبه يقول العلامة الإمام ابن تيمية حقيقة الكفر خراب القلب يعرف ذلك من تصرفات الإنسان من مواقفه من فلتات لسانه يعرف خراب قلبه وذلك هو الكفر والسخرية كثيرة يقع فيها بعض الناس من حيث لا يشعرون كالذين يسخرون كثيراً ما نسمع من اللحة وأنه شعر لو كان فيه خير ما نبت في المكان الفلان هذه كفر هذا كفر وردة لا ينبغي التردد فيه من يشك في كفر من يقول هذا فهو يكفر لأنه لم يكفر كافراً من بلغت به الوقاحة إلى درجة أن اللحية لو كان فيها خير هذا الشعر لو كان فيه خير ما نبت في المكان الفلان الذي يستحي الإنسان من ذكره وهو يعلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان كثاً لحية وأنه أمر بعفاء اللحة مع علمه كل ذلك وسماعه ووجود الرسائل المنتشرة اليوم بين الناس في هذا الحكم إذا بكي على هذه السخرية وهذا الاستهزاء وأنه يرتد عن الإسلام السابع السحر السحر تعلمه لا يتم إلا بالكفر ليس العمل فقط تعلم السحر لا يتم إلا بالكفر أبداً من تعلم السحر أذ كفر السحر أمر خفيف سيأتيك الدليل سمي سحراً لخفته أمور دقيقة جداً لا يدرك إلا أهلها من أنواع السحر لتدركوا الصر الذين يحاولون أن يصرف الرجل عن مرأته أو المرأة عن زوجها أو يصرف الرجل عن من يحبه هذا الصرف نوع من السحر وهو منتشر في البوادي في كثير من البوادي وكذلك العطف الذي يحاول أن يجلب للمرأة حب زوجها أو العكس كل هذا من أنواع السحر والدليل قوله فمن فعله أو رضي به كفر فمن فعله أو رضي به كفر الدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر لا تكفر لأن تعلم السحر كفر قبل أن يكون العمل كفراً تعلمه كفر كما قلنا ومن أصيب بسحر لا ينبغي أن يذهب إلى الذين إلى السحر ليحلوا ذلك السحر إن طلبت من الساحر أن يحل السحر بالسحر تشاركه في الكفر لأنك رضيث بهذا الكفر إنما السحر يقع كما أن العين حق والسحر كذلك نوع من الأمراض مرض من الأمراض سحر رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينكر ذلك إلا ملحد الذين ينكرون لأن النبي عليه الصلاة والسلام سحر قد يرتدون إذا أصروا على ذلك لأن في ذلك تكذيب لخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصيب بالسحر إن كان قويا إيمان فليحل بالمعودتين لأن عندما سحر النبي عليه الصلاة والسلام إنما حل السحر بالمعودتين إن زدت على ذلك سورة الإخلاص وما تأثر من القرآن والأدعية وحللت بذلك أو أدوية بالتجربة تبتت لبت أما محاولة حل السحر بواسطة السحر وبعمالهم دعوة إلى الكفر ومشاركة في الكفر كل ذلك غير جيد الثامن الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين مظاهرتهم وتقويتهم بما لديك من سلاح ورأي وعمل والتعاون معهم ضد المسلمين ذلك أولاً فيه ولاؤهم ومحبتهم ثم التعاون مع الكفر ضد الإسلام والمسلمين وذلك كفر بالله سبحانه وتعالى إذ يقول الرب سبحانه ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الكافرين هذه الآية وما في معناها كلها في الموالاة والمحبة والمظاهرة أثر من آثار الموالاة والمحبة والحب والتعاون ولا يدخل في عموم هذا تعاملهم التعامل شيء والتعاون شيء آخر التعامل مع الكفار شيء ومظاهرتهم ومواداتهم وموالاتهم أمر آخر بينهما فرق كبير التعامل معهم في البيع والشراء والقرض والاستقراض والاستعانة بمصانعهم وبأسلحتهم وبأموالهم هذا أمر جائد كان واقعا في أهد النبي عليه الصلاة والسلام من الكفار الذين كانوا يعيشون هنا مع المسلمين في ذلك المجتمع المثالي يوجد في أول الأمر اليهود كما يعلم الجميع ويوجد المنافقون المسلمون يكرهونهم بقلوبهم ولكن يعاملونهم معاملة دنيوية يبيعون معهم ويشترون معهم يقرضون ويتقرضون منهم وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي في طعام وهذا التعامل لأن لا يهتع بعض الشباب التعامل شيء والتعاون والموالاء والمحبة والرضا والمظاهرة شيء آخر هذه كلها من الأمور الكفرية لكن التعامل التعامل معهم مع أشخاصهم ومع مصانعهم أمر عادي أمر دنيوي جائي إذ ليس في ذلك حبهم أو مودتهم إنما ذكرت المسانع لأن هذه المسانع المتطورة الآن التي يحتاج إليها المسلمون لكونهم قسروا أنهم لم يتعلموا كما تعلم الكفار ولم يوجدوا المسانع كما أوجد الكفار اضطروا الآن اضطرارا إلى التعامل مع تلك المسانع ومع تلك الأسلحة المتطورة هذه المسانع بمثابة تلك الدكاتين والحوانيط التي كانت هنا في المدينة لليهود التي كان يستعملها ويستخدمها المسلمون سيوفهم وسكاكينهم وخناجرهم وحلي نسائهم كانت تعمل بأيدي اليهود وفي دكاتينهم وحوانيتهم وتلك الدكاتين الحوانيط تطورت إلى أن أصبحت اليوم تلك المسانع لا فرق بين هذه المسانع المتطورة وبين تلك الدكاتين والحوانيط التكليدية على حد سوا كما كان أولئك يستعملون تلك الدكاتين الحوانيط ويجلسون أمام الساغ والحدادين يعملون لهم سيوفهم وسكاكينهم إن استعملنا نحن اليوم واستخدمنا واحتجنا إلى مصانعهم وخبرتهم مع العلم أننا نكرههم ولا نواليهم ولا نوادهم ليس ذلك من باب الموالاة ومن باب المظاهرة في شيء أبدا فليفهم هذا جيدا التاسح من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسئ الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر أولا هل كان خضر في شريعة موسى حتى خرج عليه لا هذه من المفاهيم الخاطئة المنتشرة بين الناس خضر ليس تابعا لموسى نبي مستقل له شريعته موسى لا يعرف شريعته لذلك هذا التمثيل من كثير من الناس هذا ما يقع فيه كثير من مشايخ الطرق اليوم في اعتقادهم حسب تعريفهم إن العارفين بالله انذروا إلى هذا التعبير العجيب إن العارفين بالله يسعهم إذا وصلوا العارفين الواصلين العارفون يوصفون بأنهم واصلون العارفون الواصلون إلى الله يستغنون عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فينظر الواحد منهم في اللوح المحفوظ هكذا فيأخذ التعليمات رأسا من اللوح المحفوظ بدون حاجة إلى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام هؤلاء الزنادي كفر خرجوا على محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بما يقولون وأشهد أن محمد رسول الله من يشهد بأن محمد رسول الله يجب أن يعتقد أنه لا سبيل له إلى الله إلا من طريق محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أما شريعة المتسوفة الجديدة التي أحدثت بعد القرون المفضلة التي تسل أحيانا إلى وحدة الوجود كدين بن عربي ومن الفارض هؤلاء كفار مارقون وإن قالوا إنهم واصلون وليسوا بواصلين ولكنهم مارقون من الإسلام ليسوا من الإسلام في شيء إذن بعث محمد عليه الصلاة والسلام عبد قول قوم معينين قول العوام هم يقولون هذه الشريعة للعوام يقسمون الدين إلى شريعة وهقيقة الشريعة للعوام والحقيقة للخواص والتدرون من هم الخواص مشايقهم الواصلون في زعمهم إلى الله الذين استطاعوا أن يعرفوا كل ما في اللوف المحفوظ هؤلاء كفارة مارقون عن الإسلام ليس في الدين حقيقة وشريعة أو ظاهر وباطن بل الرسل كلهم جاءوا بالشريعة بالإسلام إن الدين عند الله الإسلام ولكن الله جعل لكل أمة شرعة ومنهاجة أما في أصول الدين كل الأنبياء جاءوا بأصل واحد ومن خرج على دين الأنبياء ولم يسعهم دين الأنبياء لا يسعه إلا الكفر العاشر العراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به العراض عن الدين كليا لا ينشئون مدارس دينية أو للغة العربية التعليم كله تعليم علمي كما يقولون أو اللغة الأجنبية كل الإجتهاد وكل البذل في تعلم العلم وتعلم اللغة الأجنبية والدين لا يتعلم فضلا أن يعمل به كيف يعمل به وهو لم يعلم إذن الواجب أولا لنكون مسلمين أن نتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يرفع رأسه ليتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا يتعلم ولا يعلم ولا يدعو إلى ذلك تعلمه وتعليمه وديدنه حول اللغات الأجنبية وحول ما يسمون بالعلوم هؤلاء أعرضوا عن الإسلام كليا اكتفوا من الإسلام بشهادة الميلاد الديانة مسلم هذا يسمى الإسلام الرسمي أما الإسلام الحقيقي أن تتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا العلم الذي هو فرض عين العلم علمان فرض عين وفرض كفاية ما يسحه عبادتك ما تعرف به ربك ودينك ونبيك وما يسحه عبادتك لربك ومعرفتك لنبيك هذا فرض عين على كل مسلم ومسلم لا يسأل أحدا ترك ذلك الإعراض عن هذا العلم الذي هو فرض عين يعتبر ردة لأنه أعرض عراضا وترك وكيف يعمل بما ترك وعرض عنه أما التوسع في العلوم الدينية وخصوصا في باب العكيدة لمعرفة شبه الشبه التي تعرض على طلاب العلم حتى يستطيع يرد شبه عن الإسلام شريعة وعكيدة هذا اسم من العلم فرض كفاية وجد في المسلمين أفراد من العلماء تبحروا وتمكنوا وعلموا كيف يردون الشبه سكت الإثم عن الآخرين وإلا يأتم الجميع هذا معنى فرض كفاية العراض عن دين الله تعالى لا يتعلم ولا يعمل به والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون كثيرا ما تدعو الناس إلى الدين فيقول نحن مسلمون لسنا بكفار ولكن نرى أن نستعمل الأدلة العقلية لنجمع بين المعقول وبين المنقول هذا في باب العكيدة يقول نحن لا نكفر بالقرآن كفرا ولكن نرى إن أدلة القرآن ذنية غير قدعية